موسيقى أعزائي طلبة الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرزمة التعليمية الرابعة الإنسان مدني بالطبع عبارة تتردد على ألسنة درس علم الاجتماع الإنساني وهي تعني أن الإنسان لا يستطيع العيش منفردا وإنما هو بحاجة إلى غيره حتى تستقيم الحياة درسنا اليوم نص شعري يتناول مآثر الاجتماع الإنساني وفوائده وعنوان هذا النص الناس للناس الأهداف المرجوة من هذا الدرس هي أولا التعرف إلى الشاعر ثانيا قراءة القصيدة قراءة معبرة ثالثا معرفة الفكرة العامة للقصيدة رابعا شرح الأبيات خامسا الوقوف على الأساليب والتراكيب والدلالات والتشبيهات سادسا تمثل القيم المبثوثة في القصيدة بطاقة تعريفية بالشاعر اسمه معروف الرصافي جنسيته عراقي ولد في بغداد مولده ووفاته ولد عام 1877 وتوفي عام 1945 عمله عمل مدرسا في غير بلد كبغداد وإسطنبول والقدس نشاطه المهني والعلمي فإلى جانب عمله مدرسا فقد أصدر جريدة الأمل عام 1923 وهذه صورة الشاعر معروف الرصافي وهذا تمثال له في مدينة بغداد في ساحة المأمون بشارع الرشيد وقد نحت هذا التمثال الفنان العراقي إسماعيل الترك عام 1970 الفكرة العامة في القصيدة التي سنتناولها هي قصيدة اجتماعية تبرز فضائل الاجتماع الإنساني ومآثره وتنفر من الاختلاف مبينة نقائصه لنتأمل الصور أدنى انظروا أعزائي الطلبة هذه صورة لأرض فيها شجر الزيتون وبلادنا مليئة بهذا النوع من الشجر هنا صورة لعائلة بذكورها وإناثها يتعاونون على قطف حب الزيتون وهذه صورة ثالثة نرى فيها العائلة كباراً وصغاراً يتعاونون على تنظيف الحب من الورق وفي هذه الصورة تجتمع العائلة لجمع الحب تمهيداً لعصره وفي الصورة الأخيرة أعزائي الطلبة نكون قد حصلنا على الزيت وقد قيل الزيت عمود البيت وهو موسم يحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون العائلة هذا المقطع الأول من القصيدة وهو يبدأ من البيت الأول وينتهي في البيت السابع يعيش الناس في حال اجتماعي فتحدث بينهم طرق انتفاعي ولو ساروا على طرق فراد لما كانوا سوى همج رعاعي رأيت الناس كالبنيان يسمو بأحجار تسيع بالسياع فيمسك بعضه بعضاً فيقوى ويمنع جانبيه من التداعي كذاك الناس كذاك الناس من عجم وعرب جميعاً بين مرعي وراعي قد اشتبكت مصالحهم فكل لكل في مجال العيش ساعي ولولا سعي بعضهم لبعض لعاشوا عيش عادية السباعي البيتان الاول والثاني يعيش الناس في حال اجتماعي فتحدث بينهم طرق انتفاعي ولو ساروا على طرق فراد لما كانوا سوى همج رعاعي معاني المفردات همج الناس الحمقى رعاء شرذمة الناس وسفلتهم شرح البيتين يشير الشاعر اعزائي الطلبة الى ان الناس يعيشون حالة اجتماعية تقوم على التعاون وهذه الحالة الاجتماعية هي السبب في وقوع الانتفاع بينهم ولو انهم تخلوا عن اجتماعهم وتعاونهم وعاشوا منفردين لانقلبت احوالهم وعاشوا كالهمج الرعاع ما دلالت قول الشاعر يعيش الناس في حال اجتماعي يعيش الناس في حال اجتماعي بمعنى ان الانسان مدني بطبعه فلا يستطيع العيش منفردا وقيل ان كلمة انسان مشتقة من الانس والانس لا يكون الا مع الناس وبينهم ما العلاقة بين كلمتين همج رعاع هي علاقة ترادف البيتان الثالث والرابع رأيت الناس كالبنيان يسمو باحجار تسيع بالسياع فيمسك بعضه بعضا فيقوى ويمنع جانبيه من التداعي معاني المفردات السياع الطلاء التداعي الانهيار شرح البيتين يشبه الشاعر طعاضض الناس وتعاونهم بالبنيان فالبناء لا يقوم الا بطعاضض الحجار وتماسكها حجرا فوق حجر وتحتاج هذه الحجارة الى مادة تبقيها على تماسكها فالناس كحجارة البناء وتعاونهم بينهم هو المادة التي تحفظ تماسكهم وتعاضضهم نوضح الصورة الفنية في قول الشاعر رأيت الناس كالبنيان يسمو شبه اجتماع الناس بالبنيان فالبنيان المتين لا يقوم الا باجتماع الحجارة ثم بإلصاقها بعضها ببعض وكذلك الناس لا يقوم لهم عيش رغيد الا باجتماعهم ثم بنشر التعاون بينهم ما دلالة قول الشاعر بأحجار تسيع بالسياع دلالة على ان اجتماع الناس وحده لا يكفي بل يجب ان يردف هذا الاجتماع بالتعاون وتبادل المصالح حتى يتحقق التماسك والطراص ثانيا فيمسك بعضه بعضا فيقوى ما دلالة هذه العبارة دلالة على ان التعاون بين الناس يبقيهم في حالة من التجمع والتماسك والطاعدد البيتان الخامس والسادس كذاك الناس من عجم وعرب جميعا بين مرعي وراعي قد اشتبكت مصالحهم فكل لكل في مجال العيش ساعي معاني المفردات عجم جمع عجمي وهم غير العرب شرح البيتان الناس كلهم يحتاجون بعضهم على اختلاف اجناسهم ومواقعهم الوظيفية والمهنية والاجتماعية وعلى اختلاف اعمارهم وجنسهم فمصالحهم متشابكة بعضها ببعض ولا سبيل الى العيش الفردي كيف تشتبك مصالح الناس؟ البناء يعتمد على التاجر والتاجر يعتمد على المزارع والمزارع يعتمد على الصانع والصانع يعتمد على الطبيب والطبيب يعتمد على المعلم وهكذا دواليك والان اعزاء الطلبة ننتقل الى البيت الاخير من المقطع الاول وهو البيت السابع ولولا سعي بعضهم لبعض لعاشوا عيش عادية السباع معاني المفردات عادية جمعها عاديات وتستخدم صفة للحيوانات البرية السباع مفردها سبع وهو المفترس من الحيوانات كالاسد والنمر والذئب والفهد شرح البيت لولا حالة الاجتماع هذه التي يعيشها الناس وقيامها على التعاون والتماسك لأضحوا يعيشون كما تعيش الحيوانات المفترسة فتسود بينهم العداوة ويأكل بعضهم بعضا موضح التشبيه في قول الشاعر لعاشوا عيش عادية السباع شبه حال انفراد الناس وتخليهم عن مدنيتهم بحال الحيوانات البرية المفترسة فلا محبة تسود بينهم ولا حياة مريحة فتعم بينهم العداوة والبغضاء والفوضى نستخرج من النص أعزاء الطلبة مفعولا مطلقا ونبين فائدته عيش في قوله لعاشوا عيش عادية السباع وفائدته بيان النوع تقويم أتمنى عليكم أعزاء الطلبة أن تحاولوا الإجابة عن هذه الأسئلة أولا كيف صور الشاعر المجتمع المتعاون في القصيدة ثانيا ما العيشة التي توقع الشاعر أن يعيشها الناس في حال عدم تعاونهم ثالثا نضرب أمثلة من حياتنا اليومية على تعاون الناس وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذا الدرس وقبل أن أستودعكم أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه يمكنكم أن تشاهدوا هذا الموقف التعليمي عبر الرابط أو الكود الموجود في أسفل الشاشة دمتم ودامت أوقاتكم وطابط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر